يكمل ابن الأثير ثالثا ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه وفاة من نور الدين وهو الصبي يقول قال ابن الأثير ولما تقرر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر صاحب الموصل وكان لا يزال مريضا بعدة أمراض فرتب بدر الدين في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمودا وله من العمر نحو ثلاث سنين أصغر من الأول ذاك نور الدين وهذا ناصر الدين وغيره حماد الدين والآخر كذا الدين وكذا الدين وهكذا خذ من هذه الأسماء والألقاب والعناوين يقول ولم يكن للقاهر ولد غيره انتهى ملك القاهر يعني القاهر عنده الصبي نور الدين وعنده هذا الطفل محمود مات نور الدين قتل نور الدين اغتيل نور الدين بقي الأمر لمحمود الطفل الصغير إن بقي محمود فبعد أن يكبر الأمور صارت بيت غير محمود والاستحكام لغير محمود وإن انتفت الحاجة لوجود محمود طبعا سيخرج محمود من الحياة ليس فقط من السياسة والأمر والسلطنة ولما يخرج من الحياة فعلا وفعلا ستصل الحالة بمحمود أيضا إلى أن يخرج خارج الحياة ولم يكن للقاهر ولد غيره وحلف له الجند وركبه فطابت نفوس الناس يعني هذا طفل الصغير وركبه وشاهده الناس يقول فطابت نفوس الناس إذن أين كان ذاك الصبي لماذا لم يظهر ذلك الصبي يقول وحلف له الجند وركبه فطابت نفوس الناس لأن نور الدين كان لا يقدر على الركوب لمرضه فلما ركبوا هذا علموا أن لهم سلطانا من البيت الأتبكي فاستقروا واطمئنوا وسكن كثير من الشغب بسببه أقول إذا كان الناس لا يعلمون بوجود سلطان لهم من البيت الزنكي أي أنهم كانوا يعلمون أن الذي يحكمهم هو لؤلؤ فيكون لعماد الدين الزنكي الحق وحسب مقاييسهم في المطالبة بالملك والسلطنة لأن ابن أخيه قد مات والناس تصدقه في مدعاه لأنه لو لم يكن صاحب الموصل ميتاً أو بحكم الميت لظهر للناس ولا علموا بوجوده وكان مما قاله عماد الدين أن ابن أخيه توفيه ويريد بدر الدين لؤلؤ أن يملك البلاد وأنا أحق بملك آبائي وأجدادي ترجمة نانسي قنقر